شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامجكم اليوم رمضان الدوحة موضوع حلقة اليوم نتحدث فيها عن إصلاح ذات البين ومكانته أيضا وأثره على الأسرة وأثره على الفرد والمجتمع أرحب الحقيقة بضيوفي معي في الستيديو الشيخ محمد ومحمود المحمود حياك الله أبو عبد الله الله يحييك يبارك فيك أيضا معنا وجه الجديد أخوي شيخ حسين أمان العلي بعض اللطيف حياك الله الله يحييكم سعدا وجدك معنا في برنامج رمضان الدوحة وأحنا أسعد الله يبارك في أملك الشيخ محمد بداية لا شك بأن إصلاح ذات البين خصلة كريمة ما يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الأمر الذي يعني يبنى على إصلاح ذات البين والمجتمع والفرد أيضا لأثر كبير في إصلاح هذا الأمر بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه ذات الإصلاح ذات البين موضوع من حقيقة من أهم المواضيع اللي يعني يستحق أن يبحث وأن يدرس وأن يشاع بين الناس وأن يستقر في نفوس الناس أهمية مثل هذه المواضيع لأن قيام المجتمعات وصلاحها بوجود ناس تسعى لإصلاح ذات البين ومن عجيب يعني لطائف ما في اللغة يقولون أن البين كلمة متضادة بمعنى أنها تفيد معنيين تفيد الفراق وتفيد الإصلاح والاجتماع فهي عكس بعض لها معنيين وفي كل الحالات الإصلاح ذات البين يصلح لهما جميعا فإصلاح ذات البين بمعنى إرجاع النافر والمبتعد بأن يعود حقيقة إلى أن يصلح من حاله ويصلح أموره مع الآخرين المفارق والذي كذلك قريب ليس بعيدا يستحق ويحتاج إلى الإصلاح لأن دائما علاقات الإنسانية كلما ازداد القرب نتجت بعض الخلافات ونتجت بعض الاحتكاكات البسيطة بسبب تفاوت العقول فنحتاج كذلك إلى الإصلاح نحتاج لنصلح البعيد ونحتاج كذلك لنصلح القريب والإصلاح الله عز وجل أثنى عليه وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بل إن الله عز وجل جل جلاله وعز سلطانه وعظمت جلالته سبحانه وتعالى يصلح بين الناس لهذا يقول أنس رضي الله عنه والحديث صحيح في المستدرك وغيره قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوما جالسا فرأيته ابتسم حتى بدت نواجذه فقال له عمر رضي الله عنه يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما الذي يضحكك قال رجلاني جثيا يعني يحكي عن أمر سيحدث في الآخرة قال رجلاني جثيا بين يدي رب العز جل جلاله فقال أحدهما يا ربي خذ لي حقي ورد لي مظلمتي من أخي فلان فقال له الله عز وجل كيف أرد لك مظلمتك ولم تبقى من حسناته شيء رجل يعني ولا يذب الله ما خلوا له الناس ما عدوم ما خلوا له شيء فقال له إذن حمله ما علي من أوزار حمله ما علي من أوزار مقابل حقي فقال له الله عز وجل يا عبدي انظر حولك قال فقام هذا الرجل ونظر فإذا مدائن من ذهب فقال يا ربي إني أرى مدائن من ذهب وقصور من ذهب متوج بتيجان اللؤلؤ فلمن هذه أهي لنبي أم هي لشهيد أم هي لصديق فقال له الله عز وجل هي لمن بذل ثمنها فقال يا ربي وما ثمنها يعني هذه من يقدر عليها قال وما ثمنها قال عفوك عن أخيك ثمنها فقال الرجل عفوت عنه يا ربي فقال الله عز وجل له خذ بيد أخيك إلى الجنة هذا المسكين التعبان كان هذا العفو سبب كذلك لنجاته فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباد الله اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله يصلح ما بين المؤمنين الله عز وجل تولى بنفسه سبحانه وتعالى إصلاح ما بين المؤمنين وأنتم أصلحوا ذات بينكم في الدنيا قبل أن تنتقلوا إلى الآخرة ففضل إصلاح ذات البين شيء يعني هو من أعظم الأعمال المقربة إلى الله عز وجل نعم بعض الضيف أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما بين في الحديث عندي قال ألا أخبركم بأفضل من الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى قال إصلاحوا ذات البين ما كانت صلاح ذات البين بين الناس الحمد لله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله وعلى أهله وصحبه أجمعين الحقيقة بس أنا عندي تعليق على الحديث قبل ما نتكلم في هذا هذا هذه المدائن من ذهب تتسأل عن مكانة صحظة البين هذه مدائن من ذهب مدائن وليست مدينة وقصور وليست غصر من ذهب ومتوجة أو مكللة باللؤلؤ لمن عفى عن أخيه في المحشر وإحنا في المحشر قد خلاص وقت الحساب فكيف بمن ما حد يعفوه ما حد يعفو والله قاعد يصعب بيننا فكيف بالذي يعفي عن أخيه في الدنيا ما يكون له إذا كان عفا عنا عفا عنا بعد ما شاف المدائن الذهب وشاف القصور فعفا كيف بالذي يعفي وهو في الدنيا لم يرى شيئا بعد ما يكون لهذا من عطايا في الآخرة هذا اللي يعفي وهو يعفي عن حقه فكيف الذي يسعى في الإصلاح وليس له لا مظلمة له ظالم وله مظلوم هو يسعى فقط في الخير في الحقيقة يعني أنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنها أفضل من الصلاة وهي قيام الليل ونحن نعلم كيف ما هو أجل قيام الليل وخاصة في رمضان الصلاح ذات البين أفضل من قيام الليل الصلاح ذات البين أفضل من صيام النافلة ونبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار سبعين خريفا أو سبعين عاما أفضل من الصدقة ونحن نعلم أن الصدقة أجورها يعني متعدية وعظيمة جدا وأحاديث كثيرة جدا وآيات تتكلم عن الصدقات فحقيقة هنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا لمن يسعى في الإصلاح بين الناس يقول المولى تبارك كيف تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس بين الناس ومن يفعل ذلك ابتقاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما الأجر العظيم من وين من رب العالمين أجر الذي يحصل عليه المصلح بين ذات البين شوف الآية هذه تكلمت عن النجوة والنجوة كما هو معلوم أن يكون في المجلس ثلاثة فيتحدث اثنان دون الثالث لا يسمعنا هذا منهي عنه شرعا أنك تتحدث اثنين جالسين مع بعض تتحدثون وما عندهم غير واحد جالس يعني ستحدثها نفسها بأشياء كثيرة يمكن يتكلمون عليه يمكن كذا يمكن كذا فالشرع لا يجيز هذه النجوة لهذا قال الله عز وجل لا خير في كثير من نجوهم إلا استثناء من آداب الإصلاح أن تكون بنجوة من آداب الإصلاح وأن تكون هكذا بنجوة وأن تكون مرات مباشرة ومرات غير مباشرة فمثلا أن تنمي خيرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تنمي خيرا بمعنى أنك ترسل رسائل يفهم منها الطرف الذي بيننا وبينه مثلا خصومة أن نحن نريد الصلح أن فلان والله يذكرك بخير حتى ولو ذكره بكلمة بسيطة لا مانع من تكبير هذا الخير والله يذكرك بخير وما شاء الله يوم قال يوم ذكر اسمك يعني رأينا البشاشة على وجهه والسعادة مما يدخل السرور في قلب صاحب الخصومة ولما ننجحنا ننصح ولا نريد أن نوجه للخير دائما النجوة والهدوء بيننا وبينه هي أدعى في قبول النصيحة النصيحة بشكل عام ومنها الأصلاح مثلا أنت رأيت إنسان على خطأ كما قال الشافعي أبياته المشهورة تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة بالجماعة فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماع فالنصيحة والإصلاح وتقويم الناس وتصحيح الأخطاء ونشر الخير ينبغي أن يكون هكذا ثم هذا المصلح ما الذي له عند الله عز وجل إنسان جعل شعاره الإصلاح لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسمع بخصومة إلا فزع إليها سواء كانت خصومة بين عوائل بين أفراد بين يبادر صلى الله عليه وسلم لإصلاح بل هو الله عز وجل أرسله لنشر الصلاح في العالم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فهو مبعوث أصلا لنشر الخير والهداية والإصلاح بين الناس إلا أن إصلاح ما بين الإثنين من خصومة أو حل مشكلة أو السعي فيها تخيل أنت إنسان أرشدته إلى صلاح أي صلاح دعنا نتحدث عن الصلاح بشكل عام أرشدت إنسان إلى صلاح معين ثم بعد ذلك هو يعني تأثر باللي ذكرته أنت وسعى إلى الإصلاح فكل عمل يفعله لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا تخيل أنت أنت إنسان جيت عنده سلوك خاطئ ولا بينه وبين أخيه خصومه اثنين أخوان متخاص من أخوان أشق فسعيت ونقلت كلام طيب وكنت سببا في الإصلاح فكل ما التقي في صلاة رحم كان لك أجر ما لك علاقة فيهم كل ما قدم الأخ لأخيه من هدية ولا إكرام ولا دون أن بس مجرد سعي بسيط في الإصلاح لكن نجد مثل هذا الموضوع وانا نتمنى من حلقتنا هذه أن نرام سيضم مجتمعاتنا الموجودة عندما تجد الزخوان الآن متخاصمين لكن تجد عند أحدهما كبر أما على مال أو على أرض أو على أي أمر صار حدث مشكلة بينهم مسئلة الكبر كيف نعالج هذا الأمر شيخ حسين والله سبحان الله العظيم يعني ترى عنوان الحلقة الصلاح ذات البين مثل ما قال الشيخ محمد قضية أن الدين أو أن رسول الله بُعث رحمة للعالمين ترى كل شرائع الدين العقائدية التعبدية الأخلاقية تفضلت الآن في قضية الكبر المعاملات كلها تدعي للتراحم وكلها تدعي إلى التلاحم والترابط بين المجتمع على سبيل المثال الصلاة أعظم أمر يؤدي إلى التواضع وإلى الخلق القويم الصلاة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول استووا وتراصوا ولا تتفرقوا يعني القدم في القدم يقول العلماء الكعب في الكعب وليس مثل ما نعمل اليوم الأطراف الأصابع لا القدم نقصد به الكعب لأن مقدمة القدم هذه زيادة عند الناس أما الكعب هو أصل عند الكل ولا تختلفوا ولا تتفرقوا فيفرقن الله بين قلوبكم أعوذوا بالله نصلي مع بعض جماعة وقلوبنا متفرقة هذا حديث استووا وتراصوا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصف ويتأكد أن الصف متلاحم وصف لا تصفون في صلاته كما تصف الملائكة عند ربها إلى آخرة وفي حديث استووا وتراصوا ولا تختلفوا فيخالفن الله بين قلوبكم طبعا بلا شك أن علاج الكبر هو تقوية الإيمان الله سبحانه وتعالى يقول عن إبراهيم عليه السلام وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض لماذا قال ليكون من الموقنين فاليقين عندما يوقن المؤمن والمسلم بأن الله سبحانه وتعالى هو الكبير يكون هو متواضع عند الله ويعلم ويكون عنده يقين بأن الله سبحانه وتعالى هو المعبود الوحيد وهو الملك وإن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبده لقد أحصاهم وعدهم عده وكلهم آتيه يوم القيامة فبده فأركان الحقيقة الإيمان وبالذات الركنين ركن الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر من ذلك تجد كثير آيات في القرآن وكثير من الأحاديث تقرم بين الأمرين بين الإيمان بالله وبين الإيمان باليوم الآخر من أعظم أنواع العلاجات للكبر ولتهذيب النفس هو أن تقوي إيمانك بالله وتقوي إيمانك باليوم الآخر بلا شك أنها تطهر القلب من كل أدرانة من الحسد من الحقد من الكبر من القرور من الرياء أيها ذنب الله إلى آخرة من الآيات التحلي بالحلم وساعة الصدر في أي مشكلة ساعة تحدث مشكلة بينك وبين أخوك بينك وبين زوجتك بينك وبين أبنائك أحيانا بينك وبين جارك بينك وبين زميلك في العمل كيف نتحلى الحقيقة بالحلم وساعة البال والبعد عن التهور وأيضا بعض الناس يحلف والله أني ما دخل بيته والله أني ما شوفه وبعدها بسبوع وسبعين بعضهم يرجع يقولك والله ما هي كفارة للحلف وإلى آخرة التهور وأيضا التحلي بالحلم مثل ما قلنا الكبر قبل وبعض الناس بعض الناس يدعي وما أكثر الدعاوة طبعا عندنا وعند غيرنا الدعاوة هذه منتشرة بأن يقول والله أنا ما أقدر أتغير أنا هكذا والله أنا عصبي والله أنا ما أقدر أغير إنفعالي إنفعالي أخي ما أفعل لازم الناس تتحمل لي هذا كلام مردود لهذا العلماء يقولون أن الخلق الخلق على نوعين في خلق جبلي يعني ولد الإنسان وهذا الطبع فيه وخلق مكتسب وخلق مكتسب وهذين الخلقين اختلفوا هل هما قابلان للتغيير بحيث إن الإنسان بعد مجاهدة نفسه والإصلاح والتعلم وكذا يستطيع غيرها أم لا الذي اتفق عليه تقريبا الذين كتبوا في الأخلاق من الغزالي ومن القيم وغير هؤلاء الذين كتبوا في قضية الأخلاق والسلوك اتفقوا على أنها جميعا قابلة للتغيير أو للاختفاء شون بمعنى أنك أنت عندك خلق ما تقدر تغير يعني ما يزول نهائيا بحيث أنه لا يعود إنما يختفي ويخرج الخلق الأفضل يغطي عليه يختفي ويبقى الطبع الإنساني النفس النزاعة للشر وكذا ما تروح هذه هذه باقية في الإنسان الإنسان عنده مرات حب الخير ومرات حب الشر فهذه نوازع نفسية لكن يطقى جانب الخير يطقى جانب الخير بالمجاهدة وبالتعلم لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الحلم بالتحلم والتحلم تفعل في اللغة مصطلح التفعل هذا فيه عمل وممارسة لو أنا يوميا مثلا اكتشف من نفسي واكتشاف السوء مثل إنسان عنده كبر إما أن يكتشف الكبر من نفسه أو يقولون له الناس ولو أنا فاتح للناس أنهم يوجهون للنصايح كان اكتشفت أشياء كثيرة في حياتي فالإنسان الذي يريد الأصلاح يجي لمن يحب ويثق فيه من أخ من صديق من زوجه يقول الله يا أخي انصحني وأنا أعجب والله مرات لما أرى مثل الخلفاء الكبار هارون وغيره يدخل عليه العالم ما هارون الرشيد هذا إنسان قيل فيه في مساوئه والعياذ بالله كثير ولكنها ظاهر أنها غير صحيحة هذا الرجل ما دخل عليه عالم إلا وقال له انصحني وما وإذا دخل عليه بعضهم يقول له يا أمير المؤمنين تعفيني يعني خلني على راحتي ويتكلمون معه كما يتكلمون مع إنسان عادي ويتأثر ويستجيب فالخلق إذا أخبرك من أخبرك إنه والله مثلا أنا عندي خلق مثلا عدم الحلم يا أخي الإنسان لو جعل هذا والله أنا ما عندي حلم عصبي خلنا نتكلم عن العصبية لأنها هي أكثر أكثر شيء منتشر بين الناس إنهم عصبين لو قيل لفلان أنك عصبي طيب كيف ممكن يغير من سلوك العصبية أول شيء مدام ثبت في ذهنه ثبت في ذهنه أن عنده هذه الصفة مذمومة اعترف اعتراف أن أنا والله عندي صفة ما هي طيبة وذكر نفسه يوميا حاضر أمامه بحيث أنه ما يشرد الذهن فكل ما أتاه موقف تذكر أنه فيه صفة ذميمة ثم استعان بالآيات الحاثة على الصبر والحلم الأحاديث التي تحث على كظم الغيظ وعدم إظهار الغضب ما نقل من قصص الصالحين ونتائج وثمار كظم الغيظ والصبر وهو مستحضر لهذا سيكتشف بعد ذلك نفسه يتغير بالتدريج إلى أن يطغى جانب الحلم عليه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التغيير قال إذا قرئ القرآن فابكوا فإن لم تبكوا فتبكوا ليش طيب واحد يقولك هذا رياء يا أخي تدرب على البكاء هذا رياء كيف أنت قاعد تذينت ما تبكوا بعد تبكي لو فهم أن هذا التباكي لتليين النفس لقبول كلام الله عز وجل سيكتشف نفسه بعد فترة أنه يبكي دون تباكي حديثنا مستمر مع ضيوفي الكرام ولكن أطلع لفاصل قصير نعود بعده للحديث أكثر عن إصلاح ذات البين اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات حياكم الله معنا مشال كرام من جديد في حلقتنا اليوم اللي خصصناها عن إصلاح ذات البين وما زال حديثنا مع ضيوفي الكرام الشيخ محمد المحمود وأيضا الشيخ حسين أمان العلي أبو عبداللطيف إذا وقفنا مع بعض الآيات في كتاب الله لعل استحضرني بعض الآيات منها والذين ينفقون أموالهم في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين على الناس والله يحب المحسين الله سبحانه وتعالى أعطانا الحقيقة كل مناهج الحياة ورسوله كذلك صلى الله عليه وسلم فالإنفاق الحديث الذي ذكرها أخوي الشيخ محمد في بداية الحلقة وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وليصححه الحاكم ذكر وقال أن حديثه صحيح الله سبحانه وتعالى أنفق على هذا الذي كان يطالب الخصيم واخوه بحقه وهذا الإنفاق لكي يعفو عن أخيه والإنفاق ليس بالمال فقط ليس بالمال نعم تنفق بجاهك تنفق بعطاياك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطي وادي من أجل إصلاح إصلاح مدينة كاملة يرجع هذا الشخص الذي يعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام وادي بين جبلين من الغنم وغيره رجع إلى قومه قال أسجموا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر زار كسرة وزار قيصر فما وجد عطاء كعطاء الرب النبي عليه الصلاة والسلام فبلا شك إن الإنفاق في السراء والضراء ومن في وجوه الخير كلها وأحد هذه الوجوه إصلاح ذات البين بلا شك إنه إنفاق عظيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسين يذكر أن هناك أمير كان لديه مملوك هذا الغلام كان يصب عليه الماء فسرح هذا الغلام وصب على ثوب الأمير فقضب الأمير شوف الفقه حتى المملوك كيف عنده فقه وكيف عنده علم لذلك يرفع الله والذين آمن والذين أوت العلم درجات نسأل الله أن يزيدنا وإياكم علم والأمة فلما شاف الغلام أن الأمير غضب قال له الكاظمين الغيظ شوف الأمير كيف التزام أيضا ووقوفه عند الآيات قال كظمت غيظي قال وكظم الغيظ بس ما عفى عنه قال له العافين عن الناس قال عفوت عنك قال والله يحب المحسنين قال ذهب فأنت حر فسبحان الله هذه الأمر اللي كان سيتسبب في خصومه وفي عقاب هذا الشخص وفي التنكيل به كان سبب في حريته فأي عطاء أعظم من هذا العطاء الحقيقة في قصة ثانية بسيطة حدثت في إحدى الدول العربية وهذه حدثت قريبا يعني من فترة من الزمن شاري وبايع واحد يبيع خضرة وواحد يشتري خضرة فاختلف معه على ريال فلوس الشاري انتهت خلصت فبقى ريال فقال للبايع يا تدفع الريال يا تحط الخضرة يعني يا تترك الخضرة يا تدفع الريال فقال له خلاص اعتبر الريال يعني خاصم وتعطيني الخضرة أنا الخضرة اللي بيت يبقونها فقال له لا فتخاصم على ريال جدال صار بينهم انتقل هذا الجدال إلى القضب فقضب الشاري ضرب البايع بكس ضربه على وجهه فسقط البايع على الأرض فأغشي عليه أخذ المستشفى دخل العناية المركزة لأنه عنده نزيف داخلي فأصبحت المصيبة أزمة الآن هذا الرجل اللي هو البايع في العناية المركزة وأهله معه وهذا الشاري في المركز مركز الشرطة بسبب هذا بسبب هذه سبب ريال بعد ثلاث أيام مات هذا الشاري البايع فأصبحت كارثة ترملت زوجته وتأتموا أولاده وفقد الأب والأم أعز ما يملكوا في هذه الحياة وهو ابنهم والأخوان والآخر كذلك الشاري حكم عليه بالسجن 15 سنة لأن هذا عنده رضيع اللي هو البايع حتى يبلغ سن الرشد فيقضي في هذا البايع هل القصاص أمدية أو العفو تصور يعني 15 سنة سجن ووفاة شخص وقد يصل إلى القصاص والسبب الخصومة فبلا شك أن العفو وشيء كما تفضل شيخ محمد تفضلت العفو وكذم الغيض والعفو عن الناس هي الوقاية في قضية الخصومات عود نفسك على مثل ما قال أخوي شيخ محمد وهذا الكلام موجود في القرآن وموجود في السنة ويقول به كل علماء التربية وعلماء الإدارة بأن الأخلاق تتغير ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم يولد على الفترة وهذا من الخلق الجبلي أن الإنسان يولد على الفترة ويعلم أنه ربه الله سبحانه وتعالى ولو ترك لوحد الله سبحانه وتعالى وأبوا يهودانا إلى آخر فإذن السلوك يتغير فبلا شك أن العفو والتسامح وكذب من الغيض هي الوقاية وإصلاح ذات البيعين هي الإجراءات العملية للأسف بعد حصول الخصومة يمكن كلام بعبداللطيف مسألات الفجور في الخصومة وهي سبب ريال لو عطى ريال أو شل من بعض الخضرة التي عندها كان موضوع عندها فيها لكن أحيانا نجد الفجور في هذه الخصومة والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك قال إذا حدث كذب وإذا أتمن خان وإذا خاصم فجر لقف مع هذا الحديث الشيخ محمد يعني هذه والعياذ بالله من تسليم النفس الشيطان الإنسان مرات يعني يسترسل في الخطأ لدرجة أنه يصل إلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون فاجرا في خصومته بمعناي متجاوزا للحد في الخصومة وهذا من تسليم النفس الشيطان والشيطان يتدرج مع الإنسان بحيث أنه يبدأ معه قليلا قليلا حتى والعياذ بالله يصبح يعتقد هو الشخص أن رجوعه إلى الحق نوع من التنقيص ونوع من الإهانة لهذا الصلح والإصلاح من أولى أولويات الشجاعة أن يكون الرجل عنده الشجاعة بحيث كما كان كما ذكر القصة وظنها مروي عن عمر رضي الله عنه أنه وقاف عند كتاب الله أول ما قال له يا أمير المؤمنين والكاظمين الغيظ على طول يعني وكان عمر وقافا عند كتاب الله الرجوع إلى الحق هذا يحتاج إلى الشجاعة يحتاج إلى إنسان مقدام يتوكل على الله ويقدم على الحق ولو حدث ما حدث وليعلم أنه ما تواضع عبد لله ما تواضع عبد لله إلا زاده الله بها ورفعه الله لا يعتقد الإنسان أن رجوع إلى الحق أن هذا والله الناس بتعيرني والناس بتقول والله غير كلامه والناس بتقول كيف صحيح إنما الرجوع إلى الحق هو في الحقيقة عزة للإنسان والوقوف عند الحق عزة للإنسان ورفعه وتخليد لذكره الحسن إنسان ماذا يريد في الدنيا ستنتهي الدنيا وسيزول ولن يبقى إلا هذا الذكر الحسن التسامح عبداللطيف أيضا مطلوب في الخصوم لما يكون فيه أمر خطأ وأعتقد أن كل إنسان خطأ لكن التسامح الذي يكون هذا الخلق الذي موجود عنده كثير من الناس الله الحمد موجود كيف يتسامح الله أكبر الحقيقة إذا كان الله يعفي ويسامح الحق سبحانه وتعالى وهو المتفضل وهو الخالق وهو المعطي وهو الرزاق وهو الذي يرفعك وصورك في أحسن تقويم في أحسن صورة ويصوركم في الأرحام سبحانه وتعالى كيف يشاء نقد خلق من الإنسان في أحسن التقويم إذا كان هذا يحصل من رب العالمين تعصي وتوب عليك تعصي وتوب عليك سبحان الله سبحان الله وفي الحديث الصحيح أحسنت قال لقد أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر فاستغفرني هذا حديث قدسي فغفرت له ثم أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر فاستغفرني فغفرت له ثم أذنب عبدي ذنبا فعلم أنه له ربا يأخذ بالذنب ويغفر فاصنع ما شئت فقد غفرت له قالوا العلماء طول ما الإنسان يذنب ويستغفر ويتوب الله سبحانه وتعالى يغفر له فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار صيقة مبالقة في العفو والمغفرة إذن في آية قل يا عبادي الذين أسرفوا والإسراف هو لا تقنطوا من رحمة الله فالرسول صلى الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثلة وأعظمها جمع الرسول صلى الله عليه وسلم أخلاق الأولين والآخرين ما ترك خلق من أخلاق الأنبياء تميزوا فيه إلا تميز فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أعظم ما تميز به رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق العفو كان يعفو عن الناس اللي يخطؤون في حقه مباشرة كالعرابي الذي جذب البردة وجرح النبي صلى الله عليه وسلم العجيب أنه التفت عليه وهو يبتسم يعني العفو حصل قبل ليعرف من هذا أصلا يعني من هذا اللي جذب بردته عفى عن أهل مكة وهال مكة كما نعلم أنها كان في أصعب الأوقات وهي في بداية الدعوة لما دخل إلى مكة عليه الصلاة والسلام وعفى عنهم وسامحهم بلا شك أن ندعي أنفسنا الحقيقة وندعي الناس وخصوصا للنساء ونحن في شهر عظيم وكريم وفي أيام أيضا وليالي عظيمة وهي خير الليالي في السنة كلها ونحن مقبلين على يوم العيد فلنعفو والنصفح والقبر وحياة البرزخ ترى الأرواح تتزاور فيها سيكون لك لقاء مع المؤمنين وهذا المؤمن الذي ستلغاه كيف تلغاه وأنت كنت خصيم له في الدنيا ولم تسامحه ولم تعفو عنه فإن الحقيقة الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات وكثير من الأحاديث التي ذكرها النبي تدعونا إلى العفو والسماحة ومن الأشياء التي اكتشفوها علماء الطب اليوم علماء النفس وعلماء التربية وحتى الأطباء العضويين سواء طب العين أو إلى آخر أو الرأس أو حتى طباء السلطان حتى الإيدز وجدوا أن التسامح والعفو والابتسامة والإنشراح سبب في التشافي والعلاج وفي طولة العمر سبحان الله عكس الشخص الذي والعياذ بالله يعني غلبه مليان بالغيظ وبالحقد وأحود بالله لكن سعادة الشيخ محمد نجد أيضا بعض الخصومات تلتب عليها أيضا قطيعة ليس فردين يعني منخ وخصومة بيني وبينك ليس هي الخصومة بس بيني وبين الشيخ محمد خصومة تعود على أهلي وعلى جماعتي وأيضا على أهلك وعلى جماعتك وهذا قد يكون لو كان في صلح أعتقد لا صارت بها بل قامت بعض الحروب بسبب خصومة بين فردين مثل هذا الأمر يعني الآن أحيانا مثل الزوج والزوج الآن قد يكون بينهم خصومة معينة ويكون بينهم طلاق لكن أيضا يكون في حسن العشرة ولا تنسوا الفضلة بينكم فيكون طلاق بسلاسة بأمور معينة غير بعض الناس نجده يتكلم عن هذه المرأة ويأخذ المرأة ويضربها أو يقطها من فوق مكان معين أو يعني يقصو فيتد العائلة الثانية بالانتقام من هذا الأمر وتدخل في مسائل الإحسان أيضا لي مثل هذه الأمور شوف هو الإنسان تخيل أنت مثلا يقال يقال لإنسان أنك مثلا عندك عدو يتربص بك إنسان جالس في طمئنان ومطمئن ومرتاح فتفاجأ أن قيل له هناك عدو يتربص بك في أي لحظة ممكن مثلا يهجم عليك ما هي الحالة النفسية التي تكون عليها هذا الإنسان يكون مستنفر يكون مستعد حاط الاحتمالات كلها والله مثلا هذا العدو إذا دخل عليه من هذه الجهة بأعمل كذا إذا فعل لي كذا كل الاحتمالات هو خلاص مشغول لو أن الزوج استشعر أن أعدى أعداء إبليس وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن للشيطان عرشا في الماء والحديث صحيح صحيح مسلم إن للشيطان عرشا في الماء فيبعث سراياه يرسلهم واحد وراء الثاني قال فيأتي أحدهم فيقول له لقد وسوست لفلان حتى مثلا خاصم فلانا قال فينظر إليه ولا يلقي له بال ما انتهى الموضوع الآن الأمر عادي خلي اختلفون قال فيأتيه أحدهم فيقول له لازلت بفلان حتى طلق امرأته فيقول الشيطان قال فيدنيه منه فيقول أنت مني وأنا منك أنا لو استشعرت أن أعدى أعداء إبليس ومش هكذا بالكلام عنده ناس يبعثهم هناك سراية تأتي وتدخل البيوت وتعبث فيها ولا نراها وتحدث ما تحدث وأنا جالس مسلم لا أستعد لهذا ولو حدث أي خصومة يغيب عن بال إن العدو يمكن يكون هو السبب يمكن هذا التحريش ناتج وهكذا الخصومة بين الأهل وراءها جنود مجندة لو الإنسان استشعر هذا عرف كيف يتعامل مع هذه المواقف يترتب عليها كظم الغيض تقدير والله هذا أمر ممكن نتجاوز وهكذا الإنسان دائما إذا استشعر الخطر أعد له العدة والمشاكل في الحقيقة هي ناتجة عن هذه الأمور أكثر المشاكل التي تراها بين الناس إذا كان خصومة ومعارك على ريال إذا كان طلاق طلاق يحدث بين اثنين واقفين في طابور يبغون ريال خبز تفضل لا ويتعازمون بعد مش يعني خصومة تفضل أنت قبل لا عليها الطلاق عليها الطلاق يطلق كلهم منهما على يمكن ريال خبز وهذا والعياذ بالله من استرسال النفس مع الشيطان لهذا مسألة الطلاق أنا أقول للإنسان بس يتأمل معه يتأمل يقولون لسان العرب أكبر قاموس في اللغة العربية فيه قريبا المئة ألف مفردة فعل يعني ضربة فعلة مئة ألف من المئة ألف مفردة وحدها سمها طلقة اللي يتكون منها طالق وطلاق وتطلق وتطلقين وكل هذه الصياغ من أصل مفردة واحدة من مئة ألف مفردة في اللغة العربية أنا لو خاصمت بغيت أشتم بغيت يعني أضغط على الإنسان بغيت أقول عندي أكثر من مئة ألف ما الذي يدفعني إلى هذه الكلمة ما الذي يدفعك أنت كزوج ما الذي يدفعك يا أخي ألغيها من قاموسك واستخدم عبارات كثيرة فيها تهديد وفيها تخويف وفيها زجر لكن في النهاية لن تؤدي إلى هدم البيت لكن البعض يقول إذا عزمت لي حد وما طلقت يعني عزيمتي ناقصة يعني لو قلت رب العالمين أصبح وهذا ناقص عند بعض المجتمعات لا بد تقير هذه الأمور أطلع لفاصل الحديث أكثر إن شاء الله بعد فاصل قصير اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات أهلاً وسهلاً بكم مشاء الكرام من جديد في فقرتنا الأخيرة من برنامج رمضان الدوحة وأول ما نبدأ في هذه الفقرة هي التغريدات أول هذه التغريدات من حساب الدكتور سلطان الهاشمي يقول الدكتور سلطان من علامات قبول الطاعة في شهر رمضان استمرارها أو استمرارها بعد رمضان ولو بالقليل قال صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال عند الله أدومها وإنقل لأن الأصل الطيب والعمل الصالح لا ينتج إلا طيب ومن علامات قبول العمل أن يوفقك الله للعمل الصالح بعد العمل كيف نعرف أن العمل قبل إذا وفقنا لعمل والعياذ بالله من حرم من العمل الصالح بعد أن مارس أعمالا فليحاسب نفسه فقد يكون دخل في نيته شيء أفسد عليه العمل الأول وعليه مراجعة النفس ومراجعة النيات الذي يصلي الآن القيام ثم ركعات يصليها بعد المنظم ولو ركعتين الذي يصام شهر كامل يصوم لو في الشهر مرة أو ثلاث أيام من كل شهر التقريدة الثانية بعد لطيف الشيخ شقر الشهوان يقول إذا كنت تستطيع أن تجد العذر لإخوانك فأنت تمتلك صفة نادرة حافظ عليها إيجاد الأعذار يدل على معرفتك بحقيقة ضعف النفوس البشرية الأعذار صحيح كلام جميل جدا الحقيقة لذلك عمر رضي الله عنه قالت أخيك سبعين عذر فإن لم تجد في السبعين عذر عذر فقل لعلها لديه عذر سبحان الله يعني غير السبعين اللي أنت حطيتها له يمكن مش في السبعين يمكن يكون عنده عذر مش موجود ضمن العذار السبعين التقريدة الثالثة من حساب الشيخ عبد الله بن إبراهيم السادة يقول قال عمر ما كانت الدنيا هم أحد قط إلا لزم قلبه أربع خصال فقر لا يدلقناه وهم لا ينقضي مداه وشغل لا ينفذ أولاه وأمل لا يبلق منتهى يعني الدنيا والسعي خلف الدنيا الدنيا مذمومة بما فيها من أعمال ليست طبيعة الدنيا الدنيا نعيش منها إنما ما فيها من أعمال لأذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلمة فلا شك أن السعي خلف الدنيا لن يأتيك إلا ما كتبه الله لك اسعى ما شئت لن يأتيك إلا ما كتبه الله لك إن جمع الإنسان بينما أوجب الله عز وجل عليه وسعى في الدنيا بالمعروف فذلك فعل حسن إنما تقديم الدنيا على أمر الآخرة هذا هو والأياذ بالله الخطر الذي ينتج أنه الأمراض الكثيرة ومنها ما ذكرها الشيخ وإيضا في حديث من قالت الدنيا همه فرق الله جمعه وأيضا جعل شتاته بين عيني الحديث أيضا التغريدة الرابعة من حساب الشيخ صبيح المري تذكر أخي لن ينسى الله خيرا قدمته وهما فرجته وعينا كادت أن تبكي فأسعدتها عش حياتك على مبدأ كن محسنا حتى وإن لم تلقى إحسانا الله أكبر بلا شك اليوم في حلقتنا قضية الإصلاح ذات البين من أعظم أنواع الإحسان والساعي في الإصلاح سواء بين الأفراد أو بين المنظمات أو الجماعات أو القبائل أو حتى الدول بلا شك أنه من أكثر الناس إحسانا ويكفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام في أنه لما قال أنه أحب إلي أن أمشي بحاجة أخي وهذا موافق لهذه التقريد على أن أعتك في مسجدي هذا شهرا كاملا الله أكبر فشهر كامل المكان المعتكف فيه هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بألف صلاة والتسبيحة بألف تسبيحة والمعتكف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر كامل مش يوم ولا بساعة بس حاجة واحدة تبشيها وتسعد فيها إنسان أو تقضي فيها حاجة أو تصح فيها بين اثنين واحدة تعدل هذا كله الله أكبر لأن تمشي في حالة أخيك خير لك من أن تعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم آخر التقريدات من حساب وفاق للشراط العائلية الكلمة الطيبة الهدية الاهتمام الأنصات أمور هامة تساعدك بتجديد الحب والعاطفة بينك وبين شريك حياتك فأحرص عليها الحب الحياة الاجتماعية هي في الحقيقة حياة تفاعل الإنسان الزوج في بيته لا يعيش لوحده ما في شك كما أن الإنسان يقدر هذا وهذا وللأسف الشديد من الانفصام في شخصية كثير من الناس وخاصة مجتمعاتنا فيها هذا الانفصام تجد الواحد مننا في عمله مع مجموعة الموظفين يظهر أجمل ما فيه يحاول أن يلبس أحسن ما عنده يحاول أن يتلفظ بأفضل ما عنده يحاول أن لا تغادر الابتسامة وجهه وهكذا في مجلسه مع من يعرف دائما يراعي هذا الجانب عشان ليس يعرف لان والكلمة هذه يمسكها والمقولة الفلانية حتى يكسب قلوب الناس لكن نجد من الانفصام أن يغيب هذا في البيوت للأسف فتجد ذلك الرجل الحسن الهندام الحسن الكلام الحسن المنظر في الخارج شيء وفي الداخل شيء وهذا بخلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله فالخيرية التي نعرفها من وين لا نعرف الواحد في بيته نعرف الخيرية من رؤيتنا للشخص خارج البيت فمن كان خيرا خارج البيت هذا دليل على أنه خير داخل البيت وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم أما الذي يعاكس هذا ما اتبع النبي صلى الله عليه وسلم هذا أقل ما يمكن أن يقابل أنا ودي بكلمة أخيرة سريعة الحقيقة الساعي في الإصلاح سريعا عكس الساعي في النميمة يعني النمام والساحر هم يسعون في التفريق يقول الحكماء ختاما يفسد النمام في يوم ما يفسد الساحر في سنة فأنك تسعى بالعياذ بالله بالنميمة بين الناس ترى أنت والعياذ بالله قاعد تعمل على التفريق بين الجماعات والأفراد والدول شكرا الشيخ سينمان العلي بعض اللطيف أيضا الشيخ محمد محمود المحمود وعبد الله على وجوده معنا وأيضا شكر موصول لكم أنتم شاء الكرام لا شك إصلاح ذات البين هي عمل كبير الإنسان مثل ما قال بعض اللطيف إما بجاهك إما بمالك إما بكلمة قد تكون بحضورك في مجلس يرد كل هذه الأمور أترككم في رعاية الله وحفظه في حلقة قد إن شاء الله قد تكون الأخيرة وقد تكون بعد قد إنهي الأخيرة أسأل الله أن يعتقى رقابنا ورقاب أمهاتنا وأبائنا من النار نلتقي معكم قدا في حفظ الله ورعاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر